عام من قيادتها لقاطرة البلادة يبدو أنها لم ترسوا بالشكل الجيد على سكة التغيير المنشودة حكومة جرات تجد نفسها أمام وضعية لا تحسد عليها بيد أن التجربة التكنقراطية سريعا ما أثبتت عدم جدوها حسب فاعلين مقابل توجه بارز نحو تفعيل خيار الحكومة السياسية مستقبلا ولم يكن هذا بمعزل عن نقاشات الرئيس تبون مع الأحزاب السياسية حسب بعض القراءات أعتقد باللي في إجمع وطني من المواطنين من الملاحظين من الإعلام حتى من الرئاس الجمهورية بأن فيها ضعف ملحوظ وفيه نوع من الإخفاق في أداء كثير من الدوائر الحكومية جزالة تعيش في ظروف صعبة جداً اقتصادياً أمنياً لا يمكن أن يديرها طرف على حدة ولا يمكن يديرها موظف تكنقراطة بعقلية موظف لابد بعقلية قائد سياسي مؤهل يتحمل المسؤولية الكاملة إن شاء الله تجربة الاعتماد على حكومة تكنقراطية لها مكامن اختلالات عديدة حسب مراقبين ما يجعل تكرارها مستقبلاً أمراً مستبعداً بل يجعل خيار حكومة سياسية أمراً ضرورياً حسبهما أعتقد بأن الحكومة السياسية هي شر لا بد منه لتفادي صدمات واستدامات مع الهيئة التشريعية مستقبلاً لأن عدم اختيار سياسيين قد ينتقمون منك عندما يحتلون أو يفوزون بالانتخابات الشرعية على مستوى البرلمان وبالتالي أعتقد بأن الرئيس تبون يحاول فك الكثير من الألغام التي يمكن أن تعترضه مستقبلاً وإن كانت صعوبة الاعتماد على حكومة تكنقراطية قد تجلت بشكل لافت مع ضعف ملموس في أداء الجهاز التنفيذي حسب كثيرين غير أن الانتقال إلى حكومة سياسية بشكل مطلق لا يحقق الوثبة المرجوة بالضرورة وفق ملاحظين